بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة أحببت أن أبدأ معكم سلسلة من القلب الحقيقة هناك الكثير من المواضيع والكثير من التساؤلات يطرحها الأحبة في التعليقات ومن خلال الواتساب وبعض المواضيع التي يقترحونها لنقدمها بأسلوب علمي مبسط الحقيقة أحببت أن أصور لكم شيء مختلف هذه المرة بحيث تكون المواضيع هي ما تطلبه أنت أخي الحبيب فأنا طبعا إن شاء الله سأقرأ كل التعليقات على هذا الفيديو بالذات أو على هذه السلسلة بالذات وأحاول طبعا أن أتناول المواضيع التي تقترحونها وأن يكون الحديث عفويا هكذا يعني من القلب الحقيقة أنا اليوم عندما بدأت بتصوير هذا الفيديو لم أفكر بالموضوع الذي سأطرحه فتركت القضية تنساب بشكل عفوي كثير من الأسئلة التي أحاول أن أتذكرها الآن وآخرها قبل قليل قرأته وردني في رسالة على الإيميل طبعا نحن لدينا وسائل متعددة للتواصل أيها الأحبة خلال الإيميل إلكتروني البريد إلكتروني كحيد 7.atgmail.com من خلال رقم واتصاب الذي هو صفرين عشرين عشر عشرين خمسة ستة سبعة ثمانية سبعة ثلاثة هذا رقم واتصاب يمكن التواصل عليه ولكن الحقيقة يعني هناك أسئلة تحتاج إلى وقت طويل للإجابة عليها فأعذروني إذا كنت لا أستطيع أن أرد على كل واحد بمفردي فأنا أفضل دائما الإجابات العامة التي يستفيد منها أكبر عدد من الناس يعني أتلقى الأسئلة وأحاول أن أختار السؤال الأكثر تكرارا والأكثر أهمية يعني السؤال الذي أشعر أنه يهم شريحة كبيرة من الناس فأتناول هذا السؤال وطبعا أنشره في فيديو لكي يعم الخير وكما تعلمون نحن نبث على عدة قنوات يعني فيسبوك ويوتيوب الحقيقة أيها الأحبة السؤال الذي يتكرر عن قصتي مع الإعجاز العلمي أو العدد أحيانا أو تدبر القرآن بشكل عام يعني أسئلة كثيرة الحقيقة عبر سنوات يعني تريدني يعني أنت كيف تقضي وقتك ماذا تفعل كيف تتدبر القرآن كيف تستنبط بعض المعجزات من القرآن بعضهم يقول أنا أحب أن أكون مثلك طبعا من ناحية العلم يعني لأن ذنوبنا كثيرة أيها الأحبة يعني أنا لا أتمنى لإنسان أن يأخذ مني إلا الشيء النافع فقط أما الأشياء الخاطئة لا يعني خذ ما ينفعك وأنا لدي قاعدة عامة أتصور أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضعها أو قد يكون حديث أنا لا أذكر ولكن نص الحكمة تقول الحكمة ضالة المؤمن وهذا المعنى الصحيح أينما وجدها أخذها يعني نحن في أبحاث الإعجاز العلمي التي نحاول من خلالها أن نفهم القرآن العظيم نلجأ لأبحاث أناس غالبا ما يكونوا ملحدين أو علمانين أو غير مسلمين أو لا يؤمنون بوجود الإله أصلا ولكن أنا كمؤمن أنا أخذ ما يفيدني أخذ ما يهمني هذه القاعدة التي أتبعه أنا لا أهتم بشكل أو بعقيدة من يلقي المعلومة أو بسلوكه قد يكون يشرب الخمر قد يكون شاذ جنسيا ولكن لديه معلومة صحيحة أخذها وأحيانا إذا كانت المعلومة الخاطئة لدى إنسان في قمة العلم والتقوى ولا أخذها منه يعني أنا لا يهمني شكل الإنسان أو عقيدته أو لا يهمني المعلومة ذاتها والحقيقة أنا أود أن أحدثكم عن أمر أيها الأحبة له علاقة بهذه التساؤلات أنا وضعت قاعدة بإلهام من الله عز وجل وتوفيق من الله وليس بإرادتي لأن الأشياء التي أقوم بكتابتها يعني آخر شيء نحن الآن نضع موسوعة للإعجاز العلمي الشاملة للأشياء التي كتبتها أنا خلال موقع وغير ذلك يعني وصلنا الآن إلى الجزء تقريبا ستين أو خمسة وستين وإن شاء الله ستتم المئة مئة جزء طب هذه الموسوعة أنا عندما نظرت إليها قبل أيام متى كتبتها كيف كتبتها آلاف الصفحات طب إذا قلت لكم إنها بعلمي وإرادتي وأمري أنا أكون مخطئ لذلك أقول كتبت بتوفيق من الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت فالتوكل على الله أخي الحبيب يصنع العجائب حقيقة يعني ربما أقول لك إن سبب هذا الإنتاج الغزير الذي أكرمني الله به طبعا أنا كتبت في الإعجاز العلمي بكل أوجهي من الإعجاز في الفلك والكون والسماوات إلى الإعجاز في الأرض والغلاف الجوي والطبيعة والمخلوقات والكائنات والبحار وعماق البحار مرورا بالإعجاز في علم النفس والطب والإنسان والجنين وغير ذلك كذلك الإعجاز في عالم النبات في عالم الكائنات الحية الإعجاز في الغذاء ثم الشفاء بالقرآن ثم الإعجاز العددي في مجال الأرقام وهذا العلم يعني الذي أعتبره البعض معقدا أو غير صحيح أنا أعتبره من أبسط أنواع العلم وأكثرها متعة ولكن لمن يحاول أن يفهم بالإضافة لتأملات في خلق الله كتبت فيها الكثير كتبت في محاولات في مجال البيان والبلاغة القرآنية في مجال مجالات كثيرة جدا في الذرة في تقريبا في مختلف العلوم طيب كيف تمكنت من فعل ذلك والوقت محدود أقول لك السر هو التوكل على الله أنا قبل مدة طويلة جدا يعني أتصور قبل أربعين سنة دعوت الله قلت يا رب اختصني بعلم من عندك أحب يا رب أن تكرمني بعلم هكذا من عندك يعني أتميز به يكون هدية منك لأنشره بين الناس وطبعا المشروع بدأته منذ اللحظة الأولى مجانا لم أضع أي حقوق نشر ولم أفكر في أي شيء يعني له علاقة بحقوق النشر وأسعد اللحظات عندي عندما يأتي شخص ويأخذ هذه الأبحاث أو الدراسات أو المعلومات وينشرها حتى لو لم يضع اسمي لا مشكلة الله يعلم من الذي كتب فأنا أكون مسرورا جدا لأنه ساعدني على نشر هذا العلم النافع فالإخلاص أخي الحبيب لا يوفق إليه أي إنسان موضوع حقوق النشر هذا الاختراع الغربي تخيلوا أن البخاري مثلا رحمه الله أو الطبري أو هؤلاء العلماء الكبار وضعوا حقوق نشر ومنعوا الناس من نشر كتبهم إلا بإذن أو دفع المال أو كذا لم ينتشر هذا العلم فأنا منذ اللحظة الأولى أدركت أنك لتكون مخلصا يجب أن تضع كل شيء لله تعالى تضعه بين يدي الله وتقول يا رب أنا وضعت هذا العلم الذي أكرمتني به وضعته لله تعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكور طبعا الرزق قد يأتي بسبب هذا العلم أو بغيره أهلا وسهلا ولكن ليس الهدف أن تسعى وراء الرزق ويكون السبب هو هذا العلم لا أنا بنظري بنظري المتواضح أن هذا خطأ كبير جدا يرتكبه من يقول عن نفسه إنه عالم يرتكب خطأ كبير في حق نفسه أو لن يظلم نفسه أنه اشترط ثمن هذا العلم على الآخرين ومنعه عن الآخرين إلا بمقابل فهو يظلم يحرم نفسه الكثير من الخير يعني حتى في قبل موضوع اليوتيوب والفيديوهات وهذا الأمر والفيسبوك كنت أنشر الكتب طبعا هذا الكلام كان منذ تقريبا عام 2000 2002 يعني هكذا لم يكن هناك فيسبوك ويوتيوب لم تكن نشأة هذه المواقع فكنت أعتمد على نشر الكتب فقال لي أحد أصحاب دور النشر قال لي يا أخي أنت سلوكك غير صحية قلت له لماذا قال أنت تقدم هذه الكتب مجانا ولا تربح منها شيئا مع لهم أنك بأمس الحاجة للمال وتوزع مجانا ودور النشر يعني دور النشر يستفيدون وأنت لا تستفيد فكان الجواب التلقائي العفو الذي قلته له قلت له شوف أنا ليأخذوا المال ويتركوا الثواب أنا أريد الثواب هذا المال لا مشكلة سيذهب فهذه سياستي كانت أو نظرتي لنشر العلم أنك إذا أردت أن تعمل عملا ينبغي أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى فهذا أحد أسرار انتشار هذه المقاطع والفيديوهات والمقالات من دون أي نوع من أنواع الدعاية يعني أنا لم أمارس أي نوع من أنواع الدعاية المدفوعة خصوصا ويعني ليس هناك أي مثلا ما يسمى دعم لنشر هذا العلم هو انتشر بتوفيق الله وكرمه بسر التوكل على الله لذلك هنا ملمح أخي الحبيب يجب أن تستفيد منه التوكل والتوفيق يعني يمكن أن نقول وجهان لعملة واحدة يعني لا يمكن أن تتوكل على الله إلا ويوفقك الله للخير وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت انظر كيف ربط هذا النبي الصالح وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إذن التوكل على الله يسخر لك الله الكون ليوفقك لأعمال هو يحبها ويرضاها وهذه متعة أخي الحبيب متعة يعني أنا أتصور لا تدانيها أي متعة مادية والله لو تمتلك المليارات لن تستمتع ذرة كما تستمتع بالتوكل على الله وعندما تعلم أنك مؤيد وموفق من الله هذا إحساس أيضا رائع جدا لا تستطيع أن تحصل عليه لا بالمال ولا بالسلطة ولا يستطيع الكون كله أن يقدم لك هذا الإحساس الإحساس هذا يتأتى أثناء التوكل على الله فإذا ربما تعجب أخي الحبيب أنني أنا لم أقرأ كثيرا أنا أصلا ليس لدي مكتب أقرأ فيها الكتاب الوحيد الذي لدي هو القرآن وهذا له قصة طبعا يمكن أن نتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله عندما تخليت عن مكتبتي تماما قبل أن أبدأ بمشروع الإعجاز وأبقيت كتابا واحدا هو القرآن وببركة هذا الكتاب بدأت هذه الفتوحات وهذه الاستنباطات وهذه الروائع حقيقة يعني أنا أسميها روائع لأن كثير من الأشياء يعني عندما تراها أنت لأول مرة تشعر شعور مختلف عندما أسهر مع القرآن الكريم وأكتشف معجزة لأول مرة تجدني أقف خاشعا لا أتحرك طوال الليل وأنا منبهر يعني كيف أن هذه الكنوز موجودة ونحن لا نراها ولا ننتبه لها والناس غافلون عنها يلهثون وراء الكلام الفارغ والترندات وهذا الكلام يعني كيف لإنسان أمامه كنوز وجواهر وهو لا يراها سبحان الله يعني هذا من أعجب الأمور التي يعني رأيتها فطبعا أنا دائما أعتبر أن التوفيق من الله الله هو الذي يطل على القلب وهو الذي لديه مقياس الإخلاص أنت مهما بلاغت من العلم لا تستطيع قياس إخلاص الناس ولكن الله عنده مقياس دقيق إن أكرمكم عند الله أتقاكم ماذا قال في حق سيدنا يوسف إنه من عبادنا المخلصين فكمية الإخلاص لديك يعلمها الله فيعطيك من العلم على قدر إخلاصك وبالتالي التوكل والإخلاص هذه خلطة سحرية لتحقيق المعجزات أن تتوكل على الله بإخلاص فلذلك أنا لا أقرأ كثيرا لا أقرأ قراءتي قليلة جدا يعني 99% من الوقت في التفكر والتأمل هكذا وليس في القراءة لأنني أدركت حقيقة قاعدة أن الذي يقرأ كثيرا ينتج نفس ما قرأ يعني أنت عندما تأتي بكتاب أو 20 كتاب وتقرأ 20 كتاب أنت حبست نفسك في قوقع هي هذه الكتب العشرون ولكن عندما تبعد هذه الكتب وتضع كتاب الله أمامك كتاب الله بحر واسع أنا أدركت هذا السر قديما جدا قبل أن أبدأ بمشروع الإعجاز و قلت أنا لن أستطيع أن أقرأ كتب العالم وهي بمئات الملايين طيب كيف يمكن أن أحصل على كمية كبيرة من العلم بأقل عدد من الكلمات سبحان الله الله ألهمني أن الإنسان إذا قرأ القرآن فقط فإن فيه العلوم يعني أنتم تعلمون الذي أحضر عرش بلقيس لو جمعنا اليوم التكنولوجيا المتطورة والبرمجة والتكنولوجيا الرقمية وكل الاختراعات وجمعنا علماء العالم اليوم قديما وحديثا من أنشتاين وغيره جمعناهم في دماغ واحد في قد طاقة واحدة ووضعنا أمامهم شخص واحد فقط في زمن سيدنا سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب انتبه معي أخي الحبيب طيب أنا عندما كنت أقرأ هذه الآية كانت تبهرني طيب قال سيدنا سليمان طلب أن من أحد الجالسين أن يأتوا بعرش ملكة سبأ أو امرأة تملكهم في سبأ فقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريتم من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك يعني ثلاث أربع ساعة مشوار الطريق هنا تدخل شخص قال قال الذي عنده علم من الكتاب ما هذا الكتاب هل هو من تأليف بشر أكيد أكيد تفسير هذه الآية بدون أن تقرأ التفسير علم من الكتاب كتاب أنزله الله وليس كتاب بشر لأن البشر لم ولن يصل إلى هذا المستوى العلمي أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك طرفت العين هذه أخي الحبيب تأخذ تقريبا 25 ملي ثانية الملي ثانية هي جزء يعني لو قسمنا الثانية يعني الثانية تك هذه ثانية لو قسمت هذه تك هذه إلى ألف جزء ألف تصور يعني الثانية جزأتها إلى ألف جزء الخمسة وعشرين جزء منها هي خمسة وعشرين ملي ثانية هي زمن طرفة العين طيب الذي عنده علم من الكتاب الذي عنده علم من الكتاب لم يقل له في طرفة عين سأحضره في طرفة عين قال قبل أن يرتد إليك طرفك يعني أقل يعني أقل من خمسة وعشرين ملي ثانية يعني تخيل خلال قد يكون جزء من الألف من الثانية ذهب المسافة تقريبا ألفين كيلومتر أو ربما أكثر لا أدري يعني على جوجل يمكن حسابها من القدس إلى سبأ ذهب هذه المسافة ونزع العرش من مكانه وجاء به ووضعه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر لم يستكبر كما يحدث مع بعض الناس اليوم طيب لو وضعنا علوم الكون اليوم البشرية كلها كلها في شخص واحد جمعناها هكذا وضعنا كل هذه العلوم أمام علم شخص واحد هو آآ عاصف كما في التفاسير هذا الرجل الذي عنده علم من الكتاب من تتصور أن علمه أقوى وأعلى بكثير هذا الرجل تتصور أن رجل عنده علم من كتاب السماوي أنزله الله قد يكون الزبور الذي أنزل على داود أكثر علما من كل التكنولوجيا المتطورة التي تراها اليوم لأن العلماء اليوم عاجزون عن فعل ذرة من هذا يعني لا يستطيع اليوم مهما تطور التكنولوجيا أن تنقل شيء من مكان إلى مكان خلال واحد بالألف من الثانية لا تستطيع أن تنقله كيلومتر فكيف ب الفين كيلومتر فهنا أخي الحبيب عندما كنت أقرأ هذه الآية أقول ما هذا السر يعني رجل امتلك هذا التطور العلم الهائل فقط من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب فقط لم يدرس الرياضيات ولا الذرة طيب إذن أنا عندي القرآن والقرآن هو كتاب الله وأكيد أن هذا القرآن فيه علوم تستطيع أن تفعل أي شيء فيها وبخاصة أيضا عندما كنت أقرأ سورة الرعد وكنت في بدايات حفظي للقرآن ألهمني لا أن أحفظ القرآن هكذا بجهد شخص يعني خلال فقط الاستماع والتأمل فكنت أقرأ هذه الآية الكريمة ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ما معنى هذا الكلام يعني لو أن هناك قرآنا تستطيع أيها الإنسان أن تحرك به الجبال بل تسيرها اليوم العلماء بكل التكنولوجيا لا يستطيعون تحريك جبل مليمتر تخيل أن في القرآن علم تجعل الجبل يمشي يتحرك يسير ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض تستطيع أن تقطع وتزلزل الأرض وتحول هذه القشرة الأرضية إلى قطع يعني كوارث تدمير قوة مدمرة موجودة في القرآن أو كلم به الموت يعني لو أن هناك قرآنا تستطيع أن تكلم به الموت لكان هذا القرآن الذي بين أيديكم طيب اليوم علماء الطب حتى الآن يقفون عاجزين أمام الموت فتخيل لو كان هناك إنسان يستطيع أن يكلم الموت كم كمية العلم التي وصل إليها كل هذه العلوم تسير الجبال وتقطيع الأرض وتدمير ها وتكليم الموت موجودة في القرآن هذه العلوم لذلك قال في آية أخرى أنا كنت أجلس وأربط هذه الآيات ببعضها ولو لو أنزلنا هذا القرآن انظر أخي الحبيب لم يقل لو أنزلنا قرآنا قد يظن قرآن من نوع آخر بحروف أخرى بكلمات أخرى لا لو أنزلنا هذا القرآن الذي بين يديك يعني هذا هو بسم الله الرحمن هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل تجده خاشعاً لا رأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله هذا القرآن بحروفه وكلماته وآياته وسوره لو أنزلناه على جبل لتصدع وتشقق تجده خاشعاً يرتجف طيب أيها الإنسان أنت لا تتأثر بكلام الله معقول قلبك أقسى من الحجر فهنا أدركت أن العلوم أنك إذا أحببت أن تحصل على علم عالي جداً 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 وفوق مستوى البشر هذا هو السر هنا في هذا القرآن ففي ذلك الوقت المبكر يعني هذا الكلام كما قلت لكم ثلاثين سنة أو تخليت عن الكتب كلها مكتبة التي كانت لدي ومعظمها كتب علمية يعني وأبقيت عندي فقط القرآن حتى الذي جاء ليأخذ هذه المكتبة قلت له خلصني منها لأنني أقرأ 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 ولا أنت شيء جديد يعني أنا أصبحت محبوساً بين هذه الكتب كتب في الرياضيات وفي الفيزياء وفي الذرة وفي علم النفس ومتعددة يعني فالمهم فالمهم أنا أقول لك وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ يُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَاسْطًا وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ هذه الآية كانت قاعدة عامة في حياتي فقلت والله أنا سأقرأ فقط القرآن وطبعاً عندما أحتاج لتفسير كلمة موجود مثلاً الآن حالياً موجود الإنترنت قبل الإنترنت كان هناك معاجم وكتب في مكتبة كان يمكن أن أذهب إلى أي مكتبة وأخذ المعلومة وفقط بدون أن أقرأ الكتاب كامل واليوم معلومة التي تلزمني أخذها فقط موجودة على الإنترنت لا دعي لي أن أقرأ بحث كامل أو دراسة كاملة أنا يهمني سطرين منها أخذ هذا السطر أو هذه الجملة أو هذه العبارة فالمهم أخي الحبيب طبعاً لا أريد أن أطيل عليكم لا أدري كم المدة ولكن تركتها عفوية وتركت الحديث يعني أسترسل به من دون أن أعده مسبقاً يعني أنا عندما بدأت هذا اللقاء لم أكن يعني أعرف عن ماذا سأتحدث ولكن خلال الحديث تذكرت هذا السؤال المتكرر فهذا جانب من قصة مشروعي في الإعجاز العلمي وفي التدبر أنه لم يعتمد على كثير من القراءة ولا كثير حتى من التدبر أو التأمل ولا كثير من الوقت ولا كثير من المساعدة لأنني هذا المشروع تقريباً يعني بدأت به وحيداً وهكذا يعني وما توفيقي إلا بالله إنما العبر أخي الحبيب أن هناك كما أشعر أنا والله أعلم إنسان لا يستطيع أن يقول عن نفسه إنه مخلص أو إنه من الأتقية أو إنه من المؤمنين أو الصالح ولكن يعني أنا أعتقد أن هذا المشروع أو هذه القصة كان فيها القليل من القراءة القليل من البحث القليل من التدبر ولكن الكثير من الإخلاص كما أعتقد الله أعلم يعني أنا لا أستطيع أن أحكم على ما في قلبي الله أعلم بما في نفوسكم الله أعلم بكم في آية أخرى وآية الثالثة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولكن أنا أعتقد أن الإخلاص يعني هو مفتاح هذه الكنوز وبالتالي يعني القصة طويلة جدا طبعا يعني أنا أتيت لكم بجانب فقط يعني جانب هكذا واحد بالمئة إن شاء الله طبعا في لقاء قادم أنا سأنتظر الأسئلة والتعليقات وأحاول أن يعني أرد على بعض الأسئلة ولو يتم الأحبة يعني لو يقترح بعض المواضيع بعض المواضيع التي يمكن أن أتحدث فيها طبعا فأنا طبعا سأكون مسرورا جدا لأن الحقيقة كل ما كتبته وصورته حتى الآن يعني أنا أتصور خمسة بالمئة مما يعني تفكرت به وتدبرته يعني المعلومات الموجودة نتيجة التدبر والتأمل كثيرة جدا ويعني أبث ما يسمح به الوقت وأبث ما يعني يسمح به العمر لذلك إن شاء الله أنتظر التساؤلات أو الاقتراحات يعني نريد اقتراحات لمواضيع يهتم بها الناس اليوم الشباب فيمكن أن نطرح في كل مرة موضوعا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص ونصيحة طبعا أنا أختم بنصيحة يعني سيدنا يوسف عليه السلام خلصه الله من شر إخوته وكيدهم وخلصه من ظلمات الجب ومخاطر الجب كان يمكن أن يموت وخلصه من مخاطر القافلة التي مرت وجاءت سيارة كان يمكن أن يسبب له الأذى وخلصه من امرأة العزيزة التي حاولت أن ترتكب الفاحشة معه لياذ بالله ثم خلصه من ظلم هذه المرأة وخلصه من السجن وأخيرا رفعه إلى عرش الملك طيب ماذا قال الله عنه؟ قال إنه من عبادنا المخلصين عندما تخلص عبادتك وعملك لله فالله يخلصك من الشر فيجعلك من المخلصين من يخلصهم الله من شر الدنيا وشر الشيطان وشر بني آدم وشر الكوارث فإذن أخي الحبيب يمكن أن يكون عنوان هذا اللقاء الإخلاص هو السر النجاح والقوة وإذا أضيف له التوكل على الله النتيجة تكون التوفيق بشكل مؤكد مئة بالمئة ومن يتوكل على الله فهو حسبه يكفيه أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتوكلين وأن يجعلنا من المخلصين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته